بالتزامن تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 3.7 طن دقيق مدعم أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط ما يقرب من 564 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي الأستوانات البوتاجاز تمضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب كما تمضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء وتواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الوطني وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه وتمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري وتم ضبط ما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر